لا تباشر حل تبدو في أفق الأزمة الخليجية وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استبعد أن تقبل بلاده وحلفاؤها التفاوض مع الدوحة بشأن لائحة المطالب التي قدمتها وأمهلت قطر عشرة أيام لتنفيذها مؤكدا أن الأمور ستتجه نحو الحل عندما يشرع القطريون في إصلاح سلوكهم وإلا فإن عليهم مواجهة العزلة على حد تعبيره الرد السعودي أعقب رد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي وصف لائحة مطالب الدول المقاطعة بأنها مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة واعتبرها غير واقعية ولا قابلة للتطبيق وغير مقبولة تصريحات الطرفين سبقت لقاء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بكل من نظريه القطري والكويتي في إطار مساعي البحث عن مساحة توافق ينطلق منها حل الأزمة التي أصبحت تهدد البيت الخليجي مصادر ديبلوماسية إماراتية تحدثت عن تصعيد جديد ضد الدوحة قد يتضمن إبعادها من مجلس التعاون الخليجي وتخيير الشركاء التجاريين بين التعامل مع قطر أو مع الدول المقاطعة وتشمل لائحة المطالب إغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وإغلاق قنوات الجزيرة وتقليص العلاقات مع إيران فيما تعتبرها الدوحة سعيا للحد من سيادة الدولة القطرية